بعدما تحجبت المخرجين أكبروها تعتزل بعدما رفضت تعري نفسها وتعمل مشهد فيه رجل بيعمل لها مساج بعد سبع سنين غيابة عن الشاشة قررت الفنانة مشيرة إسماعيل تتكلم وتقول سبب اختفاءها عن الشاشة وعدم ظهورها في الأعمال الفنية طول الفترة دي قالت الفنانة مشيرة إسماعيل إنها بعدما لبست الحجاب الجمهور افتكرها اعتزلت ولكن في الحقيقة هي الحدد الوازي نفسها ترجع تمثل تاني لكن المخرجين ليهم رأي مختلف وقررت تحكي مشيرة موقف اتعرضت له من آخر مخرج كلمها وقالت للجمهور احكوموا انتوا واحد كلمني وعرض علي مسلسل بقول له هو انت عارف ان انا محجبة فالمخرج اللي جنبه او المنتج قال له قل لها هتقدم مشهد هتعرفي كتفها وراجل يعمل لها مسيش في المستشفى طيب هو ده ينفع؟ طيب ارد عليه وقل له ايه وكملت كلامها بحزن وقالت كل الأعمال اللي بيتعرض علي دون المستوى وما ينفعش يقدمه ومش شايفة اعمال ليها ايمة مش عارفة ليه كده مفيش حاجة تكذب ولا فيه عمل جماهيري والمشكلة في الحالة الفنية وفيه حاجات بتتكذب كويس وتتنفذ وحش والعكس كمان وكتير بيكتبوا اني اعتزلت ومش حقيقي لكن اللي في سني كله قاعد في بيته لاني مفيش حاجة تنفعنا انا وجيلي واللي قابلي قاعدين في بيوتنا والاعمال مش في المستوى اللي نشتغله وانا مش بتاعت اني اكلم حد وزي حاجة خرجة عن اراضتي من ممكن في مستوانا يكلم مخرج علشان يشغله اللي بيجري على الدور ويعمل اي حاجة هو حر ملأ اي حاجة موجودة لكن جلنا اتعود على حاجة تانية ولو مش عارف مين هي الفنانة مشيرة اسماعيل فخليني اقولك اني اخر ظهور لها كان في السنمة سنة 2017 لما شاركت في فيلم يوم من الايام اللي كان من بطولة لطفي لبيب وهيبة مجدي وقبل الفيلم ده وبعده مشيرة مختفية تماما عن الاضواء وحتى مش بيستضفوها في البرامج على الرغم من مسارتها الفنية الكبيرة مشيرة اسماعيل من موليد 1950 يعني عندها دلوقتي 73 سنة بدأت شغلها ومشوارها الفني بالمشاركة في صهرات التلفزيونية والفوزير زي فوزير عم فؤاد اللي كان بيقدمها الفنان الراحل فؤاد المهندس وحققت شهرة واسعة على مدار 5 سنين وبداية شهرتها كانت بتشتغل راقصة في الفرق القومية للفنون الشعبية مع الفنان علي رضا وفضلت الفرقة لحد ما اكتشف موهبتها الفنية المخرج حسين كمال اللي سعيدها بعد كده في سطوع نجمها ومن أشهر أعمالها فيلم إحنا بتوع الأوتوبيس ودموع في عيون وقحة ومسرحية الوايد سيد الشغال في بداية مشوارها الفني اتجوزت مشيرة من الفنان علي الحجار اللي كان معطارد على مجال شغلها وعايزها تعتزل لكنها قدرت تقنعه لحد ما خلفه بنتهم سهى وبعد كده بدأت تحس مشيرة إنها محتاجة تتفرغ أكتر لعالتها بيتها وجوزها وبنتها